وزارة الداخلية ما تنطيكم حق الدفاع على النفس ولو حتى لو رخصة مثلا حمل السلاح لأنه احنا نشوف دائما هاي الفيديوهات اللي قلت لك انه ابسط شي دا يتعرض المحامي الى هذا الضرب اكو تعاون من قبل وزارة الداخلية على هذا الموضوع طبعا هو التعاون موجود بين وزارة الداخلية ونقابة المحاميين لكن قضية السلاح انا اليوم كمحامي ما احب ذلك المحامي يحمل السلاح لان اليوم حماية المحامي والمواطن بشكل عام هو من واجب وزارة الداخلية والقوات الامنية ما احب ذلك المرأة المحامية تحمل سلاح يعني هذا اشوف غير لاقة بصراحة يعني احنا كمجتمع شرقي اشوف ان اليوم المرأة تحمل سلاح غير لاقة اشوف اليوم المحامي يحمل سلاح ويندمج مع المجتمع اشوفها مو حلوة يعني اليوم تسأليني صال 7 اثمان سنوات محامي ما عندي هوية تحمل السلاح ولا اريته ليش؟ لان اشوفها غير لاقة نعم اذا بعيدا عن ان المحامي الى الحق انه يدافع عن نفسه او غيرها ما اشوفها لاقة ان المحامي يحمل السلاح وبالتالي اليوم السيدة النقيب حلام اللامي ما مهتمل هذا الموضوع نهائيا ولانتصاد الشائف مشاركت شكرا społecم الانتصاد المحامي اشتركوا في القناة